كل سنة من طيبين النهاردة ابتدت المدارس في ناس راحت النهاردة وناس هتروح بكرة المدرسة ويبقى السؤال الأهم احنا بنسمع تبقى ساكن في عمارة تبقى ساكن في البيت البيت اللي جنبك تسمع بقى صويت تبتدي بقى من النهاردة ذاكر يا واد ذاكر يا بيت انت مش فاهم انت مش فاهمة والصوت يعلى بعد ما كنا يعني في أجازة نص السنة مزيد من الهدوء تعالوا النهاردة نسأل السؤال الأصعب هو مين اللي ذاكر لي الولاد في البيت بابا ولا ماما انت اي رأيك ده المفروض ولا الواقع اللي بيحصل لان السؤال هنا يختلف لو على الواقع اللي بيحصل فماما هي اللي بتذكر بابا ضيف شرف بابا يذكر ليه اصلا يعني لا بابا يذكر ليه دي هنجاب علي بس بابا ضيف شرف بابا بيعمل ايه بابا يرجع يدي التمام يعني ذاكرت خلصت اللي عليك ولو بقى يعني ماما تبقى منبهة من قبل ما يدخل لسه ما خلصش الحاجة الفلانية فما ادخل بقى يعني اشخط شخطتين كده عشان يعمل حسابة هو بقى يزيت ويزعق وخلاص يعني فاهمها ومش فاهمها وخلص ايه بس اقول لك الامانة يعني هو بابا مش ما بيذكرش عشان هي دي واجب ماما هي لازم تذكر عشان هو بابا لا مش مش فاضي ممكن طبعا يكون مش فاضي بس هي القصة ان ماما ربنا اداها يعني الحكمة ان هي يعني تاخد وتدي تستحمل الولاد انا مشوفش بابا ده يقدر يستحمل العيال درس واحد درس واحد درس هي ماما تستحمل ايه ولا ايه يعني ماما بابا مش هيستحمل درس واحد للعيال ماما تستحمل الماما اللي بتشتغل ماما اللي هي رجعة بتشتري طلبات البيت ماما اللي هي رجعة بتطبخ ماما اللي بعد ما بترجع لازم تغير وتشغل الغسالة وتعمل شغل البيت ماما اللي بتتابع بقى حصل ايه في المدرسة واجباتك ايه وماما اللي بتودي دروس وتجيب من الدروس وبعد كده ماما تقعد كمان تذاكر اصله عنده وفاكرة موعيد الامتحانات وبكرة عندنا ايه والباب الاول خلص والباب التاني بقلنا نصه وبتدي طبق ماما ايه بكاس لبابا تعبان بابا بيروح الشغل يعني برضه هو عنده مشاكل تاني وعنده مشاغل تاني وماما عندها مشاغل لو قاعد يذكر للعيال ده هتبقى ممدها هتبقى مشكلة وبعدين هقولك على حاجة الامانة برضه تبقى سنك عارف ان بابا لو ذاكر هتبقى مشكلة بابا بقى ده لو ذاكر دي مشكلة يعني يعني هقولكو كان لسه حد من سواءنا بيقولين ايه ان بابا ده لما يقعد يذكر بعد كده ماما ترجع تسأل ذكرتو الحاجة الفلانية لا حافظتو الحاجة الفلانية لا اعملتو ده طب انت كنت عاد بتذكر معهم ايه وما كان لولد عنده ولا البنت عندهم تحان بكرة نعم بابا دايما شخص قنوع بمعنى ان انا مثلا لو بذكر خير الكلام مقنوع ده انا لو بذكر لابني مثلا وجاب النتيجة حتى في الاخر 90 من 100 بالنسبة لنا زي الفل بالنسبة للماما بالنسبة للماما 99 وديت الدرجة فين انا عايز اعرف دلوقتي وبك من النهار ده بقى نتاجتي بتتبان ولا بانت وديت الواحد ده فين انا عايز الواحد في المية ده انت ما تعبتش معاه اللي خليك تزعل على الواحد من عشرة ده اللي ويعمل لكن ماما تعبت بالدرجة اللي عايزة تجيب 150 انا مش بقول ان ده صح 100% عشان احنا ساعد طبعا بنعقد ولادنا المذاكرة او القدرات في المذاكرة والتحصيل دي فيها فروق فردية فاحنا مش عايزين نعقد اولادنا في حد مهما نذاكر هي قدرته انه يجيب ده لكن انا بتكلم في انها على قد تعبها بتبقى دايما متزرة النتيجة في الاخر انت ما بتساعدش في المذاكرة انت بتيجي تعمل اشراف عام فانت لازم تساهم وتذاكر بس تبقى ما يورجل لك كويس ان بابا يكون بيعمل اشراف دي حاجة دي حاجة كويسة مش احسن ما يجي يعني يذاكر للولد يروح من لغبط الدين الولد هيسط ماشي بس لما تيجي تعمل اشراف ما تجيش تزعع وانت مش فهم حاجة يعني تيجي تشوف مثلا ماما تعبت في ايه اللي وقع منها طب تعالي حبيبي انا اذاكره لك وتبتدي بقى بالراحة وتحفز وترجع وبعد كده تيجي تقول لها يا انا عرفت انت بتتعابي قدية وانت بتذكره انا مقدر دا انا لها وجهة نظر في تقصدي بحقيقة بجدها اقولها لك ايه انا طالما انا ما بذكرش للولد يعني خلاص انا شيلتي ايدي من الموضوع خالص ماليش دعوة بقى ماليش دعوة هي تزعق له هو الوضعية تيجي يقول لي ماما قالت ماما عاد انا ماليش دعوة ماليش دعوة ماليش دعوة ماليش دعوة في حاجة اسمها ماليكش دعوة ايوة طب ما انا ما بتدخل لا بيجي وقت انت لازم تعمل فاصل القوات على فكرة فاصل القوات ازاي يعني ما بيجي وقت هم اختلفوا ماما بقى من العاوة فيه طبعا تعرفين صواريخ ارض جو اللي بتطير دي الشبشب يعني فانت حاضر الموقف ده لا انت ممكن تعد ولا انا عارف انك متعصابة عشان الضغط عليك كتير فبالراحة وتمسك هو انت مزعل ماما ليه حبيبي طب ما احنا لو ذكرنا طب هات انا اذاكر لك الدرس ده بدل ماما احملت فاصل القوات لكن ماليش دعوة يعني ماليش دعوة هتذاكر لك ايه ما انا بفتح الكتاب مش بفهم حاجة طب دي مشكلتك اه انت بقى لو شاطر تاخد الحاجة وتقوله بس اسبني نص ساعة خدها بريك اتبقى انت بتديله حاجة يتنفس وتقرى الدرس اللي انت انا راح تذكره بعدين توقيت تذكره هيجرى ايه في الدنيا ساعة درس ايه مش فاهم ساعة هفهم فيها الدرس اسهل ماما اسهل ماما طب وانا بدل ما اسأل ماما هي ماما بتذاكر ماما متابعة ماما شاطرة يعني طيب احنا بص واضح ان المناقشة النهاردة احنا كل مرة بنحاول نوصل لنقطة مشتركة في الآخر فس النهاردة ماوصل ناشل نقطة وبرش هنوصل وبابا المفروض انه يساهم مع ماما ويذاكر وده مش دورها هي لوحدها وما يجيش تزاعة على الفادي ولازم تكتهد ان شاء الله حتى تقرأ حاجة تاخد فكرة وتساعد على المهم يعني بعطلنا قولنا انتو مع ماما اللي تذاكر ولا بابا اللي ذكر ليه الولاد وهل ينفع الاتنين يذاكروا ليه الولاد مش عارف